نحو خمسة ملايين شاب تركي سيصوتون للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع عشر من شهر أيار الحالي ما يعني أن هؤلاء ستكون لهم كلمتهم في هذه الانتخابات إذ يعادلوا عددهم قرابة 7.5% من إجمال عدد الناخبين وغالبيتهم ولدوا بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في البلاد ويطلق على جيل الشباب في تركيا جيل زيد ويعتقد الخبراء أن هذا الجيل ولد بشكل كامل على التقنية والتطور في عالم الاتصالة والإنترنت والهواتف الذكية ولذلك فإنه مختلف عن الأجيال السابقة المعارضة ترى أن هذه الشريحة ناقمة على الحكومة ولهم خيال واسع ومتطلبات رفاهية تعجز الحكومة عن تلبيتها فيما ترى الحكومة أنهم جيل واع ومدرك لتقدم تركيا في ميادين عدة وأهمها الصناعات الدفاعية والفضائية الجيل الجديد من الناخبين والشباب نال حيزا مهما في برامج المرشحين للرئاسة والنيابة وأفردت لهم مساحات واسعة ضمن الحملات الانتخابية لاستمالتهم عبر أساليب وطرق متعددة تحاكي أفكارهم واهتماماتهم في وقت يرفض فيه الرئيس رجب طيب أردوغان تسمية هذا الجيل باسم جيل زيد ويطلق عليهم اسم جيل تيكنوفيست وهو مهرجان الفضاء والطيران الذي تنظمه تركيا منذ عدة سنوات جدلية جيل الشباب والناخبين الجدد في تركيا تنبع من أن أغلبهم ولدوا مع تولي حزب العدالة والتنمية الحكم منذ 21 عاما ما أدى إلى استقرار البلاد سياسيا فلم يشهد هذا الجيل أزمات سياسية وحكومات اتلافية ما يجعله أبعد عن معرفة تاريخ البلاد التوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي بطرق مناسبة لإدراك الشباب من قبل حزب العدالة والتنمية أدى إلى خلق حالة وعي عند شريحة منهم لخطورة المرحلة وأهميتها بالنسبة لمستقبل البلاد الأمر الذي جعل نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية من جيل الشباب ترتفع نسبيا بحسب مراكز بحوث واستطلاعات رأيه الكلمة الفصل بالنهاية ستكون يوم الرابع عشر من شهر أيار حيث سيحدد مصير البلاد لعقود قادمة من الزمان ربما